طبعاً في هذه الفقرة والفقرة الأخيرة طبعاً كابتن شعبان بالنسبة للتصويق الرياضي اختراضك كمكتشف النجوم لأن اللعبة اللي بسم الله ما شاء الله انت موضي كذا الحمد لله فقل لي بقى كيفية اخترافك لهؤلاء اللعبين والله بسم الله الرحمن الرحيم وحنا نشكر حضرتك اللي احنا تصرفنا حضرتك النهاردة بالنسبة لإكتشاف النجوم المشكلة في المدربين أو الأكاديميات حالياً بيبدأوا يدربوا النجم أو اللاعب أو الناشئ أو البراعم كلهم زي بعض وديكت مشكلة بتحصل معنا كتير جداً لأن التمرين البراعم مش هو تمرين الناشئين فإحنا بنعمل عملية تأهيل التأهيل دوت لللاعب وبسوقه على حسب إمكانياته الله يفترض وده الصح هو ده المفروض يعني الولد إمكانياته الكويسة بيروح المكان اللي هو الكويس اللي هو يليق بيه نفس الفكرة برضو مع الكابتن زيزو الضبع في صهاج برضو هذا النهج برضو اللاعب وتتمرن مع مدربين بيكتشف اللعب المميز وبيجيبه وديه صواء على حسب من السواء على حسب من السواء يبقى خليه في بيته أفضل تمام قول لي يا محمد يعادلي كده مركزة كيف في الملعب أنا بلعب منك لغاية أو بلفت أنا بلعب في النهاتين عادي في النهاتين انت لعب طبقاءة أخرين لعبت في فين أنا كنت بلعب لغاية في الملعرب بس ما تقيت لعبت فترة فيه تمام كنت تحت الاختبار اه تمام انت ملعب كويسة عزينك بقى إن شاء الله مهاجم جايد الفريق كده بإذن الله إن شاء الله مهاجم مصر إن شاء الله ماشي يا رب احنا نتمنى لا هو ولد مش حنسبوك لا هو ولد كويس ما شاء الله عليه هو ولد كويس اه ما شاء الله عليه اه لما جاء برضو وحبين نأهله هو فيه إمكانيات تمام لعب بيلعب في كذا مكان طيب عشين الصور بتاعة اللعب اللي نضمه لنادي الزرق الرياضي اللاعب لا هات الصورة الأولى كل واحد ياخد حقه معلش اه اه اللاعب طبعا علام أحمد شحادة من اللاعبين المميزين اللاعب مويد 2005 اللاعب جاي جدا اه نادي الزرق بيت رنجات نادي الزرق تقريبا والملعب التدريب اللي بعدين اللاعب عبد الرحمن الجريسي ده ده اللاعب علام برضو علام ايوه اللاعب عبد الرحمن الجريسي مويد 2003 من اللاعبين المميزين جدا جدا ان شاء الله نتنبأ له بمسابة طيب مستوى ممتاز جدا هذا اللاعب واللاعب طبعا محمد داخلي موجود معاه في الاستوديو غيره طبعا اللاعب محمد ابراهيم خلف مويد 99 اللاعب كان بيلعب في نادي ألمانيا اللاعب من المميزين الجيدين جدا اللي نضموا لنادي الزرقى الرياضي طبعا معنا اللاعب عبد الرحمن هاني مواليد 2009 واللاعب محمد حجازي او احمد متحد حجازي من اللاعب المميزين اللاعب سيف اه والله اللاعب سأنا مش شافه بس يعني اللاعب مميزة جدا بالنسبة لي القطاع الحمد لله دوات البراعم بنادي المصنع الحربي من اللاعبين احمد طارق عشور من النجم او اللاعب الموهوب احمد طارق عشور اللاعب سيف اللاعب الاتحاد السكندر واللي نضم الينا طبعا من اللاعبين المتميزين جدا طبعا ده ده الاستاذ الرئيسي بنادي الزرق الرياضي طبعا من الحاجات المفرحة والحاجات الجميلة جدا اللي حتم اللاعب من مرات دور الناشئين عليه ان شاء الله بإذن الله في القريب العاجل طبعا ما ننساش طبعا ان شاء الله بداية نادي المصنع الحربي بمدينة الاسكندرية يوم الخميس القادم ان شاء الله بإذن الله البداية بعد تجديد الملاعب وتجديد صلاة الجيم وتجديد كل شيء غرف خلع الملابس ان شاء الله البداية يوم الخميس القادم بالنوة قطاع الناشئين بنادي المصنع الحربي ان شاء الله بإذن الله بدايته يوم الخميس القادم ان شاء الله بإذن الله تجمع اللاعبين ان شاء الله يوم الخميس الساعة عشرة ونص كابتن شعبان عبدالصمد يعني بتوجه شكر خاص لمين في مجال الرياضة أولا بوجه شكر لحضرتك واستقبالك حبيب حبيب ان احنا في المنظومة واحدة ان شاء الله وعلى الله يخليك بنوجه برضو الشكر لكابتن محمد دعوض الله تمام ده بصراحة مدير فني محترم تمام وكابتن محمود وان شاء الله بإذن الله برضو بوجه الشكر لنادي الزرقة وقدرته المحترمة بما اننا موجود فيك في صفة تسويقية تمام صفة رسمية ان شاء الله بإذن الله بالصفة ان رجل التسويق بالنادي الزرقة انا بشكر حضرتك الله يخليك وبشكر كإدارة وكمنظومة وكإداريين وفنيين لنادي الزرقة تمام طبعا معانا الكابتن أحمد عوضة المستشار الفني بيغطاع الناشئين بنادي المصنع الحربي اهلا وسهلا كابتن أحمد سوا عليكم كابتن أحمد أخبار حضرتك الحمد لله أخبارك يا كابتن أحمد والله العظيم حضرتك وحيشني كتير جدا 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 يعني أخبارك ايه الحمد لله طبعا مبروك لنادي الزمالك عشان توقعك توقع جيد وتوقع صحيح يعني إيه رأيك في أداء الزمالك هذا الموسم أو في هذه المباراة بالأخص والله يقول له الزمالك يعني افتحق الفوز تمام وأدى مباراة جميلة جدا 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 وطبعا مبروك لنادي الزمالك لنادي مصنع كبير وطبعا فوق يفتحق لنادي الزمالك عمل مبهود كويس ولعب كويس ونهل مباراة بشكل جميل جدا وطبعا مبروك لكل الزمالكوية وجمهور الزمالك حبيبة كابتن أحمد إن شاء الله كده بإذن الله وتتكرر في العودة من تزمالكو إن شاء الله كابتن أحمد طبعا شكرا جزيلا لكابتن أحمد عوضة المستشار الفني بنادي المصنع الحربي قولي كده يا محمد محمد عدلي تمام داخلي يا علوان قولي بقى كده تطلعاتك في الفترة القادمة إن شاء الله بإذن الله والله يعني أنا أتمني إن شاء الله أنه أبقى موجود قبل أول خطوة لأنه أبقى موجود بس في ناد الزرقا إن شاء الله يعني Unsellings موسم كويس نسم نضم الموسم دوت إن شاء الله موسم إن شاء الله كويس وليه بالنادي وليه بأيو وإن شاء الله أرجع لمستوعة الأقل يعني إن شاء الله حبيب طبعا إن شاء الله بإذن الله برضه وحنتكلم في الحلقات القادمة بإذن الله عن المعسكرات الخارجية لبعض اللاعبين في مدينة جامصة في مدينة بلطيم وطبعا استخدام أو استخدام لاعبين ومش عايز أقول بقى حاجات كتيرة لأنه بس مستنين بالمستندات وبالصور وبالأدلة نبدأوا نتكلمهم لأنه طبعا فيه مهازل كبيرة خالص وكتيرة بتحصل في هذه المعسكرات هنتكلم عليها بالصور برضه إن شاء الله في الحلقات القادمة لأنه مهازل مهازل طبعا لا طليق بمدربين اللي عاملين نفسهم مدربين فطبعا في مدينة جامصة هنقوله الأسماع إن شاء الله بإذن الله في الحلقات القادمة وفي مدينة بلطيم وفي مدينة مدن كتيرة ومعسكرات وتعالى نصفرك برة وتعالى نصفرك جوة وتعالى نوديك مش عالف الأهل المقولين سموحك مفيش الكلام ده يا جامعة ده وهم 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 ونبدأوا إن شاء الله نبدأوا نتكلموا إن شاء الله بداية من الحلقات القادمة بإذن الله لأن كده ما ينفعش وما يرضيش ربنا لأن طبعا أولادنا وأولاد الناس أمانة في رعبتنا كابتن شعبان طبعا بحب أشكالك طبعا على الوجودة طبعا واللعبين الجايدين اللي أنت بيتجوم صراحة الله يخليك إن شاء الله كويس بالأمانة الله يخليك وربنا وفقك بإذن الله في القادمة إن شاء الله بإذن الله وإن شاء الله بإذن الله عندنا بك بكرة إن شاء الله إن شاء الله برضو حضرتك حالك السعب لتنا في مكانك وكمان في النادي وبشكر طبعا أهلي وبزداد أمي وأخويها بالسامة كبير بشكرهم جدا أموا في جنبي بربنا وفاك محمد كده وكرمك إن شاء الله بإذن الله كده طبعا في ختم هذه الفقرة أو قبل ما أنوه بس عن حاجة بسيطة إن شاء الله يوم الخميس القادم عودة اللاعبين القدامة قطاع الناشين والبرام بنادي المصنع الحربي بمدينة الأسكندري يوم الخميس القادم في تمام الساعة العاشرة والنصف بإذن الله صباحا يسبقوا اجتماع مع سيد رئيس جهاز القرى بالنادي وأسادة المدربين إن شاء الله طبعا في ختم هذه الفقرة بحب أشكر ضيوفي الكرام الكابتن شعبان عبد الصمد شكرا جزيلا كابتن الله يخليك مشكلنا الله يخليك ومشكلنا وانا تضاف الجميل الله يخليك وطبعا بحب أشكر اللاعب الجميل اللاعب محمد عدلي طبعا إن شاء الله انتظرونا يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة الحاديات عشر وبرنامجكم برنامج ملاعب بلدنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته